موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوتك وقادة ألويتك وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة المشاهدون في القرآن الكريم قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فالعبادة لله وحده والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية في العبادة جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة 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 رفع مستوى بر الوالدين إلى مستوى عبادته عن طريق واو العطف وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا هذان الوالدان الذان كانا سبب وجودك في الدنيا هناك نعمة الإيجاد وهناك نعمة الإمداد وهناك نعمة الهدى والرشاد فالله سبحانه وتعالى أوجدنا بعد أن لم نكن شيئاً مذكورا وقد قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا أوجدنا فهذه النعمة الأولى نعمة الإيجاد ثم أمدنا بما نحتاج أمدنا بالهواء والماء والطعام والشراب هذا الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم فإذا وقف من تسخير التعريف موقف الإيمان وإذا وقف من تسخير التكريم موقف العرفان والشكر عندئذ تحقق الهدف من وجوده وعندئذ أيضاً تتوقف أية معالجة إلهية قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالله عز وجل أمر في هذه الآية ألا نعبد إلا الله إلا الذي خلقنا إلا الذي أمدنا إلا الذي يربينا ينعم علينا إلا الذي مصيرنا إليه وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ولكن لبيان عظم بر الوالدين لبيان عظم هذه العبادة التعاملية التي أمر الله بها رفع مستوى البر إلى مستوى عبادته عن طريق واو العطف أنت مثلاً لا تقول اشتريت مزرعة وملعقة ما في تناسب مزرعة وبيتاً فالواو تقتضي التماسل فكأن الله بهذه الآية الكريمة رفع مستوى البر بر الوالدين إلى مستوى عبادته وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناً يعني الإنسان مكلف أن يكون بر بوالدين بصرف النظر عن حقيقتهما أي أب وأية أم ينبغي أن نبرهما هذا موقف ديني أساسي أخلاقي تشريعي لكن إما يبلغان وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يعني هذا الإحسان واجب في كل مراحل الحياة لكنه يشتد وجوبه إذا بلغ الأب والأم الكبر لأنهما في هذا السن هم في أشد الحاجة إليك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف العلماء قالوا لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله أف يعني تنفس بصوت مسموع فقط إذا تنفست بصوت مسموع فكأنك تتضجر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما فلذلك الإنسان قد يخطئ بلسانه وقد يخطئ بفعله وقد يخطئ باعتقاده هناك اعتقاد خاطئ وهناك فعل خاطئ وهناك قول خاطئ فالله عز وجل اختار من بين الوجوب في معاملة الأبي والأم أقل شيء جعله واجباً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف يعني لو أغلق الباب بعنف تشبه أف يمكن أن نقيس على كلمة أف مئات التصرفات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا أن تشد نظرك إليهم ما بر أباه من شد نظره إليه شدوا النظر إغلاقوا الباب التكلم بلهجة قاسية يحمل على كلمة أف آلاف التصرفات لأن هذا الإنسان كان سبب وجودك في ملمح دقيق جداً جداً هو أن الله عز وجل حينما أراد أن يعرفنا بذاته أراد أن نكون من نسل إنسانين يحبان هذا الإبن محبة تفوق حد الخيال يعني في جهة بالأرض من بني البشر يتمنى لك الخير يتمنى لك الخير يعني هناك رواية بالأثر وردت أن النبي مر في بلدة رأى امرأة تخبز على التنور وابنها إلى جانب التنور فكلما وضعت رغيفاً في التنور أمسكت ولدها وشمته وضمته وقبلته فهذا النبي الكريم قال يا رب ما هذه الرحمة فورد في الأثر أن هذه رحمتي يا عبد وضعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور معنى ذلك أن كل أنواع الرحمة التي يتلقاها الإنسان من أمه وأبيه هي في الحقيقة رحمة الله عز وجل لذلك حينما قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني فإذا أحبك الأب والأم هذان الحبان هما حب الله لك أو دعهما الله في قلب الأم والأب فلذلك وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان أحد أكبر أنواع الإحسان أنك جئت إلى الدنيا بسببهما هم سبب وجودك في الدنيا فإذا عرفت الله وسعدت بقربه واستحققت دخول الجنة من هما السبب في إيجادك؟ الأب والأم لذلك أحد أكبر العبادات التعاملية في الإسلام بر الوالدين لذلك ورد أن العاق ليعمل ما شاء أن يعمل فلن يغفر له ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له وكأن بر الوالدين رفعهما الله عز وجل إلى مستوى عبادته هذا مما ينبغي أن يفعله كل إنسان بل كل مسلم ينبغي أن يكون برا بوالديه طاعة لله أولا وردا للجميل ثانيا واستمرارا على العمل الصالح ثالثا لكن المكافأة الدقيقة جدا 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 أن ما من إنسان مسلم يكون برا بوالديه إلا ويهيئ الله له أولادا يردون له الجميل أضعافا مضاعفا من كان برا بوالديه بره أبناؤه ومن كان عقا لوالديه عقه أبناؤه فلذلك هناك مكافأة في الدنيا ومكافأة في الآخرة والحقيقة أول عبادة تعاملية في الإسلام بر الوالدين لأنهما سبب وجود الإنسان ولأن هذه العبادة تؤكد عظمة وقدسية الأسرة النظام الإنساني مبني على الأسرة والنظام الآخر مبني على إضعاف الأسرة فأي منهج يضعف قيمة الأسرة منهج أرضي أي منهج يقوي قيمة الأسرة منهج سماوي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يريمنا أن نكون برين بآبائنا وأمهاتنا فهذه العبادة الأولى التي أوجبها الله علينا ولأنها سبب إقبالنا على الله عز وجل وسبب أن نستحق من الله ذرية صالحة والله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني جميع أعمال الذرية الصالحة في صحيفة الأب فإذا كنت برا بوالديك أعمالك الطيبة كلها في صحيفة الأب وإذا جاءك الأولاد أعمالهم الطيبة كلها في صحيفة الأب الذي كان سبب التربية وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا طاعة الله في هذا المجال والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر